السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد الاشياء الجميلة اللي موجودة في المونجوز انه تقدر تفعل الفاليديشن يعني تقدر تعمل الحقول اللي يجب ملءها من قبل المستخدمين باضافة ريكوايرد وهذا بوليان يا اما ترو يا اما فالس فانت اكيد لما تريد هذا الحقل يكون موجود فتضيف ريكوايرد يعني مثلا انت تريد الاسم الاول يجب اضافتها فتقدر تضيف ريكوايرد وتفعلها تعملها ترو طيب كيف نعمل هذا الشي بالنسبة للتطبيق مالتنا اذا نجع على الفيديو والسوديو كود اند اهنا عدنا النام صح اللي هو النوع مالتا سترينج لاحظ تقريبا نفس الآلية هنا انا فلينا هذا نجيبه هنا بياذا الصورة زين نفس الآلية انه النام لاحظوا تايب مالتا سترينج اند ريكوايرد هذا تقدر هذا تعملها كلها كوبي يعني هنا بدل ما تقولها سترينج تيجي تضع اقواس المجموعة وهنا تذكر شنو تقولها التايب يكون سترينج فارزة تقولها ريكوايرد ودوت تقولها ترو لاحظ نفس الآلية اللي احنا عملناها ريكوايرد يعني انتك تتاقض منها ايضا كوبي لاحظ وتقولها كوبي ان تيجي هنا بالاسفل تعملها بيست لاحظ نفس الشي تايب هو سترينج نوع الاسم يكون سترينج وايضا هل هو يجب ملئها نعم ريكوايرد فهالطريقة تجبر المستخدم يجب ان يضع الاسم ما تقبل بالنول اضافة الى ذلك انه انت لما تجي تعمل هذا الكوايرد بالكريايت تقدر انه تتحقق من هذا الشي اذا هو وضعها ام لا يعني مثلا احنا انا تقدر تجرب عن طريقة تراي كاتش لاحظ احنا عندك تراي كاتش تراي انه راح يجرب تنفيذ هذا الكود كات نضيفه هنا راح يجرب تنفيذ هذا الكود اذا وضع اليوزر الاسم خلاص كل شي تمام يقدر انه يحفظها الميموري اند بالداتابيز ويرجع لك النتيجة اللي انت جاي تحفظه او عنده ايرور في حالة الايرور اقدر اطبع شنه هو المشكلة اللي ظهرت بهذه الصورة عن طريقة تراي كاتش حلو زين لو اجينا هنا احنا عدنا الكريايت لاحظ عدنا هنا كريايت ام بلوي فهذا خلي انقرر بهالشكل وانفعل الكريايت ام بلوي حتى نخلق ام بلوي جديد زين وين صديقنا مونغوز او مونغو تي بي كمباس طيب لحد ما يعمل الانشيالايز نقدر نفتحها هنا اووو، System Preferences لا Terminal وانكون موجدين LCD Desktop and ls cd المشروع مالتنا اه جابه هنانا حلو فلنجيب هذا هنا ونرجع فهنا نجي ندخل وين بالمونجو دي بي لان هو هذا اسم المشروع راح استقدم النود وليس النود مون ليس ببسيط حتى اقدر اعمل سيف براحتي لان انا من اعمل سيف تعرفون هو راح يعمل رفرش فاني ما ردا اقول لها ls الاحظ ممكن عندي اندكس نعم نود اندكس اندكس جي اس او اندكس نعم الران يقول لي كونيكتد تمام طيب نجي هنا نعمل كونيكت ونجي على الامبليز لاحظ فور دوكمنت اخر شي اوكي هنا انا اه ما عملنا على سيف لاحظ ما عملنا على سيف نقول لها سيف تمام بنقول لها سيف خلينا نجي نقول كونترول سي نوقفه وانشغله من جديد لاحظ تم انشاء حساب جديد فلما اجي هنا اعطي لها رفرش مفروض بالاسفل يتم اضافتها جميل جدا خلونا نجرب اذا مثلا الاسم اعمل كومنت سيف وارجع هنا اقول لها كونترول سي اند كلير وارجع اشغل التطبيق اه ظهر عندي ارور ليش ليش ظهر عندي ارور لاحظ الارور مالتك راح يكون جنرال يعني طعلك مجموعة اشياء هنا شي يقول لك يقولك امبلي اشغل التطبيق اصدقل اسم اشغل تطبيق اطلاف مالتك راح يتجب ايضا فهذا الشو نعرف اسم ما رح يقبل زين ما رح يقبل لاحظ هنا عندك ال-errors شي يقولك يقولك ال-name is required فعندك هنا error في طبعا هو object في داخلها شي اسمه ال-name زين فما رح يقبل لاحظ هنا ايضا عندك properties and the kind ما لتها اللي هو required and the path ما لتها هو ال-name طيب شوف المسيج هنا عندك شي يقولك يقولك ال-employ validation failed زين خلنا نشوف يذهب هذا ال-create هنا عدنا شنو عدنا ال-error نقدر نقوله error.message إذا جاء نقلنا على save نقوله ctrl-c clear نعمل enter لاحظ employ validation failed name path اللي هو name is required هالشكل صار ال-error عندك ألطف صح بدلا ما يظهر عندك كلام كبير جدا فتقدر تاخذ فقط المسيج من هذا ال-error يعني تريد تعرف ال-error شنو هو بالضبط زين فهنا تقدر طبعا إذا أنت عاملها لل-name فقط تقدر حتى هنا أنت عامل لك console آخر مثلا ctrl-c ctrl-v تقدر تطلع error خاص على سبيل مثال هنا تقوله شنو name is required مثلا فهنا من تجي تقوله ctrl-c clear and enter لاحظ name is required هذا ممكن ترسله لل-user أو إذا تريد كنت ترسله ال-error أصلا يعني عن طريق ال-error.message فهي الشكل صار عندك أنه ما تكرر تخلق أي user جديد خلينا نعمل صلاح حسن يوسف ونقوله save لاحظة الآن مفروض ما يظهر عندنا error وينفذها تمام created يعني لما أرجع لل-compass وعمل refresh مفروض أنه في الأسفل صلاح حسن حلو فعندك شنو اللي عملتاني مجرد أنه ال-name عملت required لاحظ إذا تريد تضع أكثر من قيمة يعني أنت بال-name مثلا قلنا إحنا إلى string فقط يعني بالسابق كان مجرد أنه ال-name هو string لأنه كان يحمل قيمة واحدة لكن إذا أكثر من option تريد تضيف أكثر من قيمة تريد تضيف هنا لازم تضعها تحت أو داخل أقواس المجموعة على أساس أنه أنت تضع أكثر من property أكثر من قيمة يعني أنت تريد type مالتا string يكون required ممكن تضيف بها من الماكس والآخر من الفيتورز فهي تستخدم بها ال-object فهنانا حددناها required فصار إجباري على المستخدم أنه يضيف الاسم إضافة إلى ذلك استخدمنا try catch لسبب بسيط أنه إحنا بال-try catch إذا ضفنا إذا نجحنا بإضافة المستخدم خلص try رح ينفذ اللي بداخلة لكن إذا try ما قدر ينفذ اللي بداخلة فال-catch رح ينزمة catch رح ينزمة ويرجع لك ال-error يقول لك ليش أنا ما ضفت لل-database أكيد كوفة خلال أريد عرفة أنه name is required فنوقف هنا نكمل معكم درس القادم مع السلامة ترجمة نانسي قنقر